أو صار في نقلة نوعية بطبيعة العلاقات بين المرأة والرجل ما الذي تغير و أثر على الأسرة الذي تغير بشكل أساسي طبعا التمكين الذي صار للمرأة وهذا شيء إيجابي تأثير التمكين شيء إيجابي على شخصية المرأة على نظرتها الذاتة و على تغير طبيعة علاقتها بالرجل الإشكالية هنا التي نرى من خلال حتى المشكلات الأسرية التي نحن نتحامل معها نحن نتحدث عن أن هناك أسباب تتعلق بالأسرة و أسباب تتعلق بالمجتمع بالنسبة للأسرة بناء على أن المرأة منحة حقوقها الرجل يحتاج إلى وقت حساس يتكيف مع هذا التغير الذي صار بشخصية المرأة لأنه بناء على تغير شخصية المرأة ستتوقع تغير بطبيعة العلاقة بالمرأة والرجل ستكون العلاقة يعني علاقة تشاركية أكثر منها علاقة تراتبية